معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هيدسون الدكتور ريتشارد ويتس مرحبا بك دكتور ويتس يعني الولايات المتحدة قوى العسكرية الأولى في العالم ومعها بريطانيا لا تتوقف عن قصف الحسين ومع ذلك لا نرى لا تراجع لقوة الحسين بل تطور لهذه القوة والآن يتحدثون عن إدخال ما أسموه سلاح الغواصات في هذه المواجهة كيف يمكن تفسير ذلك؟ نعم هذا مؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية الدربات التي حصلت في سوريا وفي العراق حتى الآن نرى أن هناك تعرض لهجمات الأمريكية هناك ولكن فيما يتعلق باليمن الهجمات الأمريكية والبريطانية ضعفت بعض الصواريخ الحوثية وبعض الرادارات الحوثية ولكن لم توقف الهجمات بشكل كامل وأنا أعتقد أن هذا يجب أن يعدى كخوف وقلق لأنه بعد حملات دامت لسنوات كان هناك استخدام للقوة لمحاولة قمع الحوثيين ولكن أنا لست متفاجئا من أن هذه الهجمات ليست كافية لإيقاف الهجمات الحوثية أعتقد أن هذه الأمور سوف تستمر لفترة من الزمن فترة لبأس بها الهجمات الأمريكية والهجمات الحوثية أيضا على السفن سيد ويتس هي لم توقف فقط نحن نتحدث عن تطوير لهجمات الحوثيين يعني عندما يقول الحوثيون أنهم تمكنوا من استهداف ما يقرب من 50 سفينة رغم محاولات هذه السفن التمويه والتخفي يعني هذا عمل استخباراتي وعندما يكون هناك إسقاط لمسيرة أمريكية هذا تزايد في القدرات والتنفيذ القدرة على تحقيق أهداف من جانب الحوثيين واليوم نتحدثون عن سلاح غواصات هذا فشل في الأداء العسكري الأمريكي على أقل بالنسبة لتحقيق الهدف المعلن نعم نعم أنا أوافق بكل وضوح الحوثيين لديهم عدد كبير من المسيرات ويصنعون هجمات قوية ويحصلون على نوع من الاستخبارات من إيران تساعدهم في تحديد الأهداف والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لم ينهى هذه الهجمات ولا أظن أنه بإمكانهم إنهاء هذه الهجمات وأظن أن الحال الوحيد الذي قد ينفع عسكريا هو للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة أن يقوموا بما قاموا به لصدام حسين في الماضي وهو اشتياح الدولة وتغيير الحكومة وإبقاء القوات هناك لسنوات لقمع عدم لقين الموجود هناك ولكن لا أظن أن هذا سوف يحصل في هذه الحالة هذه الفكرة يعني سقوط الولايات المتحدة في مستنقع اليمن طيب إذا كانت هذه ما تفعله القوات الأمريكية والبريطانية حتى الآن غير مجدي هل تتوقع أن يكون هناك تغيير في المرحلة المقبلة؟ من أي نوع ممكن أن يكون التغيير إن كان ممكن أن يحدث تغيير؟ أظن أن هذه الهجمات سوف تستمر هذا ما أظنه والتصعيد خيار التصعيد ليس جيدا لا أظن أنه سوف يكون هناك إسال القوات البرية داخل اليمن وعلى المدى الطويل ربما قد يكون هناك عمل مع الحكومة اليمنية لمواجهة الحثيين ولكن حتى الآن البديل المقبول أكثر هو السماح للسفن التي تنتقل في البحر الأحمر وفي قناة سويس أن يتجنب هذه المنطقة ويذهب إلى مناطق أخرى إلى جانب أفريقيا وهذا سوف يتطلب وقتا أكثر بكل تأكيد ولكن بالنسبة لي هذا يبدو الحال الأفضل لإذا إزالت الأهداف التي يتم استهدافها وتجنب هذا الضرر أشكرك دكتور ريتشارد ويتز الباحث في مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هاتسون